لا حديثة للشارع اللبناني إلا عن التهديدات الإسرائيلية المتكررة بشن حرب واسعة على لبنان ورغم أن هذه التهديدات لم تؤثر على حياة اللبنانيين إلا أنها تركت أثراً على مختلف القطاعات الاقتصادية فيه تقسير كتير كبير بنسبة 80% نحن هنا منطقة الحمرة والحمرة بتطلع بالشارع فاضي سيحة ما فيه إلا المعود على جو هيدا البلد تأثرت شوي بالزباين السواح يعني خفيت كأنها ديك السنة أحسن أفضل من السنة بكثير حتى لو فيه حرب يعني العكل بيضلوا فيه شغل نحن ما بقى تفرق معنا يعني على نحن صلنا بالأزمة متل ما بيقولوا أزمة الاقتصادية طويلة عندنا صار ست سنين يعني ما بقى تفرق معنا حرب ولا غير حرب نحن على الجهتين بعضنا ماشي الحاف عايشين كبيروت ما أثرت على شيء أبدا أبدا بالحركة بعدها مثل ما هي وربما التأثير الأكبر لتلك التهديدات كان على قطاع السياحة في لبنان هو التهديد الإسرائيلي تكاتر بالأسبوعين الماضيين لكن اللي حصل وبداية موسم الصيف أثر كتير علينا وخلينا بالفعل أنه نحط إيدنا على لبنان وقالله يستر وإن شاء الله ما بسي إلى الخير نتمنى التهديدات تتراجع وتمنى أنه ما يصير فيه تهديد للبنان تهديدات الإحتلال أثرت أنه ما بنسبة 20% هذا على القليل عندي أنا بمؤسستي ما أعرف على الصعيد العام بس يعني وقت اللي يكون فيه عندك 12 مهرجان بحجم حفلات عمروديا بتكون كله فل بأعداد كتير ضخمة بتفوق العشرين ألف شخص حاضرين مهرجانات وأسعار عالي معناتها سياحة بخير حرب أو لا حرب بين الاحتمالين يسود الترقب في القطاعات الاقتصادية التي تعاني بالأساس من أزمات متتالية وغير مسبوقة على مدار السنوات الماضية ما بين تهديدات إسرائيلية بشن حرب واسعة على لبنان وتصعيد في العمليات العسكرية المتبادلة على طول الحدود الجنوبية اللبنانية يعيش الشارع اللبناني حالة من القلق الذي ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي المتأرجح بين أزمات محلية ومخاوف من اندلاع حرب من بيروت أحمد سنجاب هنا القاهرة عاصمة الخبر